السلام عليكم وضعنا اليوم مع قصة القرض المتشائم يحكى أنه في مكان ما كان يعيش قرضين تربطهم علاقة صداقة قوية كان إحداهما متفائل في الحياة بينما الآخر فكان عكسه دائما التشاؤم كثيرا ما يتعرض لمواقف سيئة ودات يوم قرروا الذهاب إلى إحدى المزارع القريبة لقطف الموز وعندما وصل اتفق على أن يسعد القرض المتفائل إلى أعلى الشجرة لقطف الموز لكي يصل إلى كمية أكبر من الموز بينما يجلس القرض المتشائم في الأسفل ليلتقط من صديقه ما جمعه وأثناء ذلك مرة بالصدفة صاحب المزرعة فرأى القرض المتشائم وهو يجمع الموز فأخذ معه وقام بدربه بشدة بينما استطاع صديقه المتفائل الهروب عبر الأشجار بسلام تكرر هذا الموقف عدة مرات وفي كل مرة نذهبا لقد في الموز يقع القرض المتشائم في قبضة صاحب المزرعة بينما صديقه المتفائل يتمكن من الهروب بسهولة بعدها قرر القرض المتشائم تغيير الاتفاق بحيث يسعد هو إلى أعلى السجرة بينما يبقى زميله المتفائل في الأسفل وبالفعل حدث ذلك وعندما جاء صاحب المزرعة هو أصدقائه للقبض على القرض المتفائل تفاجأ القرض بصاحب المزرعة وهو يقول لأصدقائه اتركوه اليوم فأنا فأنا أدربه يوميا فلنأخذ القرض الذي بالأعلى فسعدوا لأعلى السجرة وأدخل القبض على القرض المتشائم وأشبعوه ضربا في النهاية نتعلم أن كل ما تفكر فيه ستحصل عليه فإذا كنت تتوقع خيرا فحتما سيحدث لك الخير والعكس تفائلوا بالخير تجدوه هنا نكون قد انتهينا من القصة إلى قصة مقبلة إن شاء الله